للوصول إلى هذا الموقع ميناء ومعبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان عليك أن تتبع عدد من الخطوات التي وضعتها جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية المصرية التي وضعت خطوطا ساخنة لنقل وإجلاء الرعاية من المواطنين المصريين والسودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى في التنصيق والمتابعة مع السفارة المصرية بالخرطوم وأيضا القنصليات سواء في بور سودان أو في مدينة وادي حلفة التي تبعد 60 كيلو متر من هذا الموقع الذي نتواجد فيه الآن على كل من يرغب في مغادرة مدن وأراضي السودان اتباع هذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والمتمثلة في عدد من الأجهزة والوزارات لنقل الرعاية سواء من المصريين أو السودانيين أو غيرهم من الجنسيات في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان مع استمرار الدبلوماسية المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبر سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة التنصيق مع المواطنين مع وصول المواطنين من الحدود السودانية إلى معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان تبدأ على الفور عملية التوثيق وتسهيل الأوراق لتسهيل عملية الانتقال فيما يخص المواطنين وتأكد من التأشيرات وأيضا أوراق التوثيق للانتقال إلى الحافلات التي تخرج على الفور في مقاصد ووجهات مختلفة لكل المواطنين القادمين من الأراضي السودانية سواء مصريين أو سودانيين أو غيرهم من أصحاب الجنسيات المختلفة هنا بين حجرات معبر أرقين توفر الدولة المصرية العديدة من الخدمات لتسهيل عودة المصريين العائدين من الأراضي السودانية من خلال متابعة عملية التوثيق والتأشيرات قبل أن يستقل المواطنون الحافلات للخروج من معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان تأتي مرحلة المساعدات الطبية والإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في شكل مساعدات طبية وإنسانية عن طريق إقامة مركز إغاثي طبي وأيضا الفرق الطبية المتحركة من خلال تجهيز فريق بمجموعة من الخدمات الإغاثية يأتي دور الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية وحقائب النظافة الشخصية وخدمات النقل بالإضافة لمجموعات الدعم النفسي وإعادة الروابط الأسرية بتوفير وسائل الاتصال بينهم بالانتقال إلى هذه الحافلات التي تقف من خلف الآن ومن ثم التحرك في خطوط سير محددة بالاتجاهات المختلفة إلى الأماكن والمحافظات التي يقصدها المواطنون القادمون من مدن السودان بالتنصيق مع السلطات السودانية والسلطات المصرية سواء من المصريين والسودانيين أو من غيرهم من الجنسيات الأخرى مع سعود المواطنين إلى الحافلات يتم نقلهم من المعبر لأقرب مكان وصول أو محطات قطار أو محطات أوتويس وأماكن تمرقز ومواقف السيارات إلى جميع وجهات المحافظات اشتركوا في القناة